دولياً قالت سلطات المحلية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصب 24 آخرون الاثنين بعد إطلاق نار خلال استعراض بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في إحدى دواحي مدينة شيكاغو الأمريكية وأعلنت السلطات الأمريكية أن أوقفت مساء أمسنا الاثنين شاباً يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة آيلاند بارك القريبة من شيكاغو على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضاً بمناسبة عيد الاستقلال في هجوم نوقع ستة قتلى وستة وعشرين جريحاً على الأقل